وعشان بلدنا بتهتم جدا بالمشروعات احنا عارفين انه احنا عندنا حقيقي نهضة كبيرة في مشروعات كتير منها المشروعات الاثرية زي ما شفنا حاجات كتير على مدى السنوات اللي فاتت وابهرتنا يعني موكب الموميوات اللي حصل كمان في طريق الكباش ولقصر نفسها بشكلها الكبير واخيرا المتحف المصري الكبير مواقع عالمية كتير الحقيقة بتعتبر انه المتحف المصري الكبير يعتبر من اهم وانجح المشروعات في عام عشرين تلاتة وعشرين ودي حقيقة وانا متخيلة جدا انه المتحف المصري الكبير لما يتم افتتاحه بالكامل حيبقى مبهر وحيبقى اي سائح في العالم حيبقى هو ده حلمه مش بس انه يجي مصر انه يجي ويقضي اكتر من يوم في المتحف لانه المشروع كبير احنا بنتكلم على المتحف تفاصيله كتيرة خليني يعني اعرف تفاصيل كلها ويكون يعني عندكم كمان معلومات كده تفرحوا بيها عن المتحف المصري الكبير دكتور عيسى زيدان وهو مندير عامل ترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير برحب به في ديافاتنا في التساعر مساء الخير يا دول مساء الخير يا دول حيا يعني الطايتل بتاعك وعنوانك مهمة اوي مش بس ترميم ونقل الاثار يعني اكيد كنت موجود مع نقل رمسيس وعدد من الاثار اللي موجودة كلها في المتحف المصري الكبير 56 ألف قطع أسرية موجودين الآن في المتحف المصري الكبير 56 ألف قطع كانوا موجودين فيين دول؟ كانوا موجودين في المتحف المصري في التحرير مخازن السقارة، اللؤسر، أسوان، تل بسطة من كل أنحاء الجمهورية لأن الأسرار طبقا لسيناريو العرض اللي هو بيعرض الحضارة المصرية القديمة في عصر ما قبل الأسرات ثم عصر الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة العصر اليوناني الروماني طيب دول 56 ألف قطعهم، المتحف سيبقى فيه كم قطعة؟ هو المتحف المستهدف فيه، إحنا عندنا طبعا العرض المتحفي بيبدأ من المثال المعلقة اللي هي بتزين الوجهة ثم البهو العظيم اللي به تمثال الملك رمسيس وعمود ابنه الرابع عشر الملك ميرن بتاح وتمثال ملك وملكة من العصر البطلمي ثم بعد ذلك بتبدأ قاعد العرض اللي هي بيتفرد بها المتحف المصري الكبير عن أي متحف في العالم كله وهو الدرج العظيم الدرج العظيم مجموعة من الأصار الصقيلة اللي بتعبر عن رائع الفن في العصر الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر اليوناني الروماني بداية يعني أنه يسمح كده الناس تروح تقص عليه بداية التشغيل التجريبي كان في البهو العظيم ثم الدرج العظيم اللي هو بدأ التشغيل التجريبي وتفتح للزيارة وعمل إجبال ورواك سياحي كبير جدا في المتحف المصر الكبير الدرج العظيم فعلا هو من اللي بقول لحضرتك حاجة مش موجودة في أي متحف في العالم إزاي حضرتك تعرضي أثار على سلم متدرج بينتهي ببنورامة عرض رائعة اللي هي الأهرامات الثلاثة في بنورامة عرض بتخطف الأنظار طبعا الأثار اللي موجودة في البعض منها بيتجاوز الثلاثين وثلاثين زمايلا لو نشوف بعض المشاهد للدرج العظيم أو صور ليه هتبقى الحقيقة كمان مبهرة الناس تتابعها معنا زي ما بقول لحضرتك طبعا الأثار اللي موجودة في بعض القطع الأثارية بيتجاوز وزنها أربعين طن فيه خمسة وعشرين طن الأثار موجودة على الدرج العظيم حضرتك بتشوفيها في سيناريو وقصة رائعة نشوف حاجات ده توت عن خأمون ده ده المعرض التفاعلي بتاع توت عن خأمون واللي هو كان دولة رئيس الوزراء النهاردة موجود فيه المعرض ده يعني هو هنا يعني دكتور مصطفى مدولي قاعد وكأنه جوه الحدث جوه الحدث هو المعرض التفاعلي بيتكلم عن أصول مصر إزاي مصر نشأت بيتكلم عن عظمة مصر بيتكلم عن روعة مصر بيتكلم عن الحضارة المصرية القديمة بيتكلم عن اكتشاف مجبرة الملك توت عن خأمون والروائع الفنية اللي وجدت فيه المجبرة فهذا هو المعرض التفاعلي الخاص بالملك توت عن خأمون اللي هو نظمته الشركة المشغلة وشركة الإدارة بالمتحف المصري الكبير وده بطعم ارتقاء الدكتور مصطفى مدولي مع السقاحين اللي كانوا موجودين على الدرجة العظيم وبسؤالوا عن انطباحهم عن المتحف انطباحهم كان ايه بقى أجابوا ان احنا مش مصدقين ان احنا في مصر وشايفين هذا المتحف العظيم وطبعا المتحف كله بنتطلع ان احنا نشوف المتحف بعد الافتتاح مرة تانية وهنيجي مصر مرة واثنين وثلاثة وسألهم عن جو مصر اللي هو الرائع اللي هو موجود فطبعا كان فيه كمة الانبهار بالدرجة العظيم اللي هو بدأ تشغيله تجريبي منذ عشرة ايام طيب يعني طبعا حضرتك اكيد يعني انه مواقع عالمية كتير تؤكد بانه المتحف المصري الكبير هو اهم مشروع لعام 2023 دي مش غريبة عليكو طبعا يعني ولكن ده حاجة جيدة جدا للدولة المصري هي طبعا حاجة تدعو للفخر ان احنا طبعا المتحف المصري الكبير احنا بقول افضل هدية هتقدمها مصر مش للمصريين بس ولكن للعالم كله اكبر صرح ثقافي حضاري على في الارض في ارض مصر المتحف ده من اكبر المتاحف اللي بيعرض حضارة مصرية واحدة هي الحضارة المصرية القديمة المتحف بيتميز بحاجات مش موجودة في اي متحف في العالم زي المسلة المعلقة اللي تصميمها كان فريد من نوعه صممها اللي هو المهانس عاطف المفتاح وعندنا الدرجة العظيم مش موجود برضو في متحف في العالم انين تتلاقي قصار ومعروضة بهذا الحجم الهائل وبهذا الوزن وبهذا السيناريو الرائع مش موجود اصلا عندنا متحف نوعي من افضل متحف متحف مراكب الملك خوفه هيضم المركبيل لأول مرة بالاضافة احنا عندنا القاعتين الملك توتعان خاامون بيتفرد بهم المتحف المصري والأول مرة بيتم تجميع كنوز الملك توتعان خاامون احنا بنقول للمتحف المصري الكبير هو البيت الكبير بتاع الملك توتعان خاامون ده بيت توتعان خاامون جمعنا 5398 قطع تحت سقف واحد هيتم عرضهم في بعض القطع لأول مرة بيتم عرضها المتخصصين زي ايه لأول مرة خلينا نقول لأول مرة ايه في بعض من التكستايل او المنسوجات بالخاصة بالملك توتعان خاامون ده هيتم عرضها المنسوجات اللي كان بيرتديها عمرها قد ايه دكتور عيسى عمرها ما يقرب من حوالي 3000 عام دلوقتي يعني احنا سوف نشاهد في هذا المتحف منسوجات عمرها اكثر من 3000 عام عندنا طبعا الدرع الواقل اللي كان بيرتديه الملك ده برضو ما كانش معروض الدرع ده بقى من الجلد من الجلد اه في بعض من الدروع من الخشب المزهب موجودة في بعض القلادات ما كانتش معروضة برضو هيتم عرضها الاول مرة فده الحصري في المتحف اللي تم نقالها بنجاح وهنعرض المركب التانية اللي تم استخراجها مؤخرا وبيتم العمل الآن على ترميمها وتجميعها في المتحف المصر الكبير اول مرة هيتم عرض مركبين المركب دي تم استخدامها في ايه؟ المركب الاولى والمركب التانية دول تم الكشف عنهم عام 1954 تم استخراج المركب الاولى كان البعض عندما اكتشفت هذه المركب اطلق عليها مراكب الشمس وهذا طبعا المصطلح خاطر هل دي كان موجود زيها في الهرم منطقة الاهرامات؟ هي دي بالزبط زي ما حضرتك قلت هي دي المركب اللي كانت موجودة في الهرم كانت بتعرض في المتحف بيشوه الضلع الجنوبي للهرم فجاءت الفكرة الوعية لنقل المركب وتم نقلها الى المتحف المصر الكبير كقطعة واحدة وبنجري الآن العمل على ترميم المركب التانية اللي اول مرة بيتم استخراجها بالتعاون مع الجانب الياباني عشان لأول مرة هنعرض المركب الاولى والمركب التانية مع بعض في بنارامة عرض تغطف الأبصار يعني مش عارفة الناس هتروح تشوف ايه ولا ايه في هذا الجميل طيب خليني اعرف رئيس عبدالفتاح السيسي كان عنده اهتمام كبير جدا اهتمام دولة واهتمام شخصي بهذا المتحف بالزبط زي ما حضرتك قلت وده مش عشان احنا على الهوى بنتكلم ولكن فعلا لو لا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا المتحف كان المتحف ان يتبخر احنا ده كان حلم بالنسبة لنا واحنا كأسريين كنا قلنا ان الحلم ده مش هيتحقق لو لا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2016 وكلف الهيئة الهندسية بتولي هذا المشروع اصبحت نسبة الانجاز في هذا الوقت من 16% قفزت الى 95% خلال اربع سنوات فقط الان الانجاز في المتحف المصر الكبير بلغ حوالي 99% في كل القاعات العرض الرئاسية يعني نقدر نقول بان المتحف تقريبا جاهز المتحف على اخر هذا الشهر ان شاء الله كله هيكون باست الله جاهز قاعات العرض كلها بالنسبة 93% خلاص الاثار موجودة فيها الفترين العرض المتحفي التحكم البيئي قاعات تتعان خيامون 99% انتهت لم يتبقى سوى قطع بسيطة جدا موجودة في متحف التحرير تشرفي في اي وقت او كده لكن اكيد لازم نتبع هذا الجمال انا بعتبرها كنوز يعني احنا محظوظين بالكنوز اللي احنا عايشين في وسطها بس لازم نعرف كمان اميتها وتقدرها عايز اعرف لو انا سائحة وحاجي مصر كم يستغرق مني الوقت عشان استمتع بتفاصيل هذا المتحف هو حضرتك المتحف ده كبير جدا احنا بنتكلم على 500 الف متر مربع مساحة العرض المتحفي او المبنى الرئيسي حوالي 108 الف متر هو يستغرق من حضرتك ممكن تعود يوم تعود يومين تلاتة اربعة تيام يبقوا دقيقين عايز يقف على القال ربع ساعة ويشوف ويقرأ لا لو حضرتك هتقف على كل قطعة 10 دقايق او 5 دقايق محتاجة تلات تيام عشان تزور المتحف ده كله بكل المقتنيات اللي هي الجميلة الرائعة اللي موجودة في المتحف الحقيقة يعني اسمح لنا ان احنا يكون عندنا زيارة بالكاميرا مرة كده ونتكلم اكتر ونقرب من اثارنا وكنوزنا اكتر واكتر ونبقى وننقل الجمال ده لمشاهدين انا بشكرك شكرا جزيلا على المجهود الكبير وعلى كل الفريق اللي بيعمل في هذا المتحف العظيم دكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الاثار بالمتحف مصري كبير نورتني في التاسعة ودتنا طاقة ايجابية حلوة كده نختم بيها ان شاء الله يا فننا الطاقة مستمرة بإذن الله بإذن الله مشاهدين حاولنا النهاردة نحنا نكون معاكم في فقرات كثيرة جدا ولكن اذا كان هذا الختام بالكنوز اللي بتشتغل عليها الدولة المصرية زي ما قلنا مشروعات كتيرة دولة بتشتغل عليها اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 2016 بإنه ينقل هذا الأمر للهيئة الهندسية علشان يكون فيه عمل دقوب ليخرج هذا المتحف بهذا الجمال اللي احنا بنتكلم عليه أكتر من 56 ألف قطعة تم نقلها ده غير كل اللي موجود والكنوز اللي موجودة والترميم والجمال اللي حنشوفه مع افتتاح هذا المتحف بشكل رسمي كبير بإذن الله مصر فيها كنوز زي ما قلنا يبقى العملية الانتخابية لأنه بلدنا تستحق الاهتمام الديمقراطية الوطنية اللي حتبقى موجودة ابتداء من يوم الحد بإذن الله والتنين والتلات العملية الانتخابية وأعتقد المشاركة كلنا حنكون على قد هذه المشاركة الوطنية غدا وبعد غد يبدأ الصمت الانتخابي أو بعد قليل خلاص إن شاء الله تكونوا بإذن الله معنا غدا فيه تغطية جديدة وأيضا فيه موضوعات أخرى جديدة للتاسعة أشكركم شكرا جزيلا تصبحوا على الفيديو ترجمة نانسي قنقر